ماذا بين منظروش نظرقات ما يزم نلفه بقانون الثورات صحيح مش الناس كلهم خبراء وباحثين ومختصين مش يحلوا التاريخ السياسي الحديث لكن وقل نعمل عملية جرد في الثورات من مسار الثورة الفرنسية إلى الثورة البلشيذية إلى الثورة الصينية عادة أن السنوات اللي تعقب الثورات سنوات كارثية شوفنا شنو القع في فرنسا ليزني ديلا ترير سنوات الرعب الاعدامات التصفيات في الصين سقطت في مجاعات في أوبيئة في كوارث سياسية في إيران الثورة القريبة لنا في أوروبا الشرقية فنحن يزم نحمد وربي ثورتنا كانت سالسة وهادية مش معناه كل الشعوب يزم تمر هذه بالمرحلة السودوية الدرامية ولكن نجم نقول بحكمة التوانسة بصفة عامة وحكمة الطبقة السياسية حتى إذا فيه مشاكل وكذا ولكن في نهاية الأمر الروية والعقل خاصة الروية والعقل هي التغلب عند الطبقة السياسية تمكننا بش نقلوا من الخسائر ونحفظ المكتسبات والمنجزات أهم هذه المكتسبات كما قال سخليفة نشوفه مشهد جميل اليوم في شارع على حبيب بورقيبة ونتصورنا سيكون نفس المشهد في مدن أخرى دليل أن الثورة مازال عندها قاعدتها وعندها رصيدها صحية تسمع في أصوات التذمر وأصوات الاحتجاج والأصوات السودوية وشوفه كل نصف الفارغ من الكأس من نجم شو نقول أوضاع تونس ميثالية ولكن الثورة التونسية أدخلت تونس في باب التاريخ لأن الثورات هي نقلة نوعية هي تنقل الشعوب من مرحلة إلى مرحلة وعملية الانتقال من نظام قديم إلى نظام جديد لابد أن تقع فيها اهتزازات اجتماعية واقتصادية ونفسية وغيرها تونس ما زالت تعاني من هذه التداعيات ولكن أستطيع أن أقول وضعنا تونس على سكة المستقبل المنجز السياسي لا أحد يشكك فيه يعني نحن نشوفه المشهد الآن هل كان متاح لكي الناس تتجمع فيه مثل هذا اليوم في أجواء احتفالية النهضة والجبهة الشعبية والاتحاد اللي عام تونسي للشغل والفاعلين السياسيين هذا مش بسيط مرحلة الناس يهونوا من هذه المكاس شنو شوية حرية التعبير رأي حرية التعبير وحرية التنظم الإنسان مش خولي قال يأكل فقط حرية التعبير والتنظم تستثمر لنحول الثورة إلى ثروة التحدي الأساسي الآن كما نجحنا على الصعيد السياسي يجب أن ننجح على الصعيد الاقتصادي والتنمي ويجب أن نحويه جذوة الأمل الأمل في نفس التونسيين رأينا قادرين كما أنجزنا على المستوى السياسي قادرين نجزو على المستوى الاقتصادي والتنمي وماذا بيما تقعش المقارنة رأيه كان في نظام بن علي قادرين يكونوا أحسن نظام بن علي رأيه الأمور صارت سودوية والدروق والفوضى وكذا هذا هو مناسب كثير من الناس محترامي للأستاذ المسعودي ما نقولش هذا رأي ولكن رأي كثير منه خب يحب يرجع قارب الساعة إلى الخلف يندم التوانس على ثورته ينتوانس وكعملته ثورة أو شوفوا شو وقع فيكم الزطلة والفوضى والإرهاب وكذا وكذا كيف نشوفوا المحيط العام في المنطقة شنلقاوه نلقاوه حالة من الفوضى من الحروب الأهلية من الكوارث ونلقاوه الاستثناء الوحيد والتجربة التونسية وكما قلت أنت في السؤال بتاعك هذا بفضل التوافق السياسي أو فن التسويات السياسية بين الطبقات السياسية التونسية